كيف يعرف الناس اني انا مسيحي؟ انبارح كنت بتكلم طبعا الاربعاء كنت بتكلم عن عنوان كان بث مباشر على قناة الحياة القناة الفضائية الموضوع كان انا مسيحي وتكلمت نظرة الله بالنسبة للي ان انا صرت ابن او بنت للرب وعندي كل الامتيازات الحلوة ثم اعطيت نظرة تاريخية كيف كان بسفر اعمال الرسل وبتاريخ الكنيسة كيف العالم كان بيعرف طبعا كان يمارسوا الاجتماعات والتسبيح والترنيم والصلوات بصوت عالي عن طريق رفع الايادي لغتهم كلامهم لباسهم كله كان يوحي انه جماعة عايشين حياة مقدسة من خلال الضيافة ولائم المحبة والاهتمام بالارامل والفقراء ايضا في الكنيسة كان بمارسوا شيء ما يسمى القبلة المقدسة معناته بيعتبر كل انسان هو واحد اصبح واحد من عيلة الرب زائد غسل الارجل هاي العادي طبعا علمنا ياها الرب يسوع المسيح عندما غسل ارجل التلاميذ وكانت الكنيسة بتمارس هذه العادي ثم طبعا كسر الخبز والمعمودية وامور كثيرة يعني اللي كانت تتمارسها الكنيسة الاولى كانوا بيعرفوا مثلا من خلال رسم اشارة الصليب والاشارات اللي كانت موجودة على الاماكن اللي بيسكنوا فيها او المقابر او حتى تحت الارض ولسيما في ايام الاضطهاد وايام الموت لكن كانت افضل صورة لهم لما كانوا بياخدوهم الى المصارح وبعزبوهم وبيطعموهم للحيوانات المفترسة فكان دايما كل شخص يذكر نفسه انا مسيحي انا مسيحي انا مسيحي وانا حبيت اتابع في هذا الموضوع هو عبارة عن كيف الناس اليوم تعرف انك مسيحي والغرض من هذا السؤال مش انا اللي اجاوب عليه يريت بحب اسمع من اكبر عدد ممكن من الناس يقولوا يعني كيف ممكن اتعبر بهويتك انك انت مسيحي علما انه العالم واسع في المؤمنين المسيحين لساكنين في الغرب وبيواجهوا كل انواع الاضطهادات الفكرية والمقاومة ضد الكنيسة او في الشرق الاوسط مقاومة ضد المؤمنين المسيحيين ولسيما اللي بيجوا من خلفيات غير مسيحية كيف ممكن شخص مؤمن يظهر انه مسيحي في المغرب في الجزائر في السعودية في البحرين في دول عربية كثيرة في السودان في اماكن عديدة كيف اللي حوالي بيعرف انه انا مسيحي في العمل في المدرسة في الجامعة في الباص في القطار في الصفر في الطيارة كيف ممكن الناس تعرف انه انا مسيحي لابد انه هويتنا تظهر من خلال حياتنا من خلال سلوكنا من خلال كلامنا من خلال تصرفاتنا من خلال شهادتنا ومن خلال كلامنا يعني كيف احنا منعبر الكلام سواء اجابة او سلبة هو تعبير عن الهوية المسيحية فانا عاوز اسمع منك اليوم مش انا اللي راح اتكلم انت اللي راح تتكلم ياريت تترك اما رسالة صوتية او ممكن تترك رسالة خطية تقول اذا انت من اي بلد في اي مجتمع انت عايش فيه تخبرنا كيف انه انت كيف ممكن الناس تعرف انك انت مسيحي وهل مستعد لدفع اي ثمن وهل مستعد حتى لو قوموك واستهزقوا وسخروا منك ومتل ما بقول الكتاب سرنا مزدرة وسخ العالم حتى يعني الناس تنظر للمؤمنين كأنه جماعة مش لازم يعيشوا يقاوموا في كل شتى الوسائل لكن انت شخصيا كيف ممكن تظهر شهادتك ايمانك بيسوع المسيح شارك هذا الفيديو لانه بحب اكبر عدد ممكن يخبرني كيف ممكن ولسيما في البلاد المغلقة يحكولي كيف ممكن يظهر انه هو مسيحي الرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة